موسيقى مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الخامس الابتدائي نرسنا اليوم يونت 4 لسن 1 اليونت الرابع الدخس الأول The Challenge التحدي موجود بصفحة 54 من كتاب الطالب صفحة 52 من كتاب النشاط قبل ما عبد الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 54 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة The Challenge التحدي اللي هو عنوان الدرس بصفحة مكتوب Prevision مراجعة نحن نعرف أن اليونت الرابع هو مراجعة للوحدات الأولى والثانية والثالثة مراجعة شاملة للوحدات السابقة لذلك مواضيع جدا مهمة الأسئلة التي ستجدها أسئلة جدا مهمة تمارينها مهمة سنجد نحل التمارين ونعرف ما المهم وشون يجينا بالامتحان هنا هذا الدرس يسوي لي على شكل لعبة تلعب داخل الصف ينقسم الصف إلى فريقين الفريق الأول يسأل الفريق الثاني عدة أسئلة مخصصة إليه مثل ما رح نجي نوضح بأسفل الصفحة كذلك الفريق الثاني إلى أسئلة مخصصة يسألها للفريق الأول ومن خلال إجابات الفريقين نعرف الفريق الفائز فهناك عاتبين today you have a class challenge اليوم لديك تحدي في الصف test yourself اختبر نفسك choose your team اختر فريقك اما a أو b اخترت الفريق الفلاني مثلا إذا التلميذ كان من فريق a يكتب فريق هنا وإذا كان التلميذ من فريق b يكتب التلميذ هنا فريق b سوف نرى أسئلة فريق A وأسئلة فريق B وكيف يتم احتساب الدرجات اللعبة تصبح كل فريق يختار ممثل عنه مثلا الفريق الأول يختار شخص يتحدث مع ممثل الفريق الثاني يسئل السؤال مثلا يقول لأسئلة من إراك التلميذ الآخر يجاوبها أسئلة من إراكي أبي لدي لأسئلة 7.15 يأتي لأعمل 7.45 التلميذ الآخر يجاوبها أسئلة بأسئلة زين الأسئلة شنو؟ الأسئلة موجودة بأسفل الصفحة فهنا هنا أسئلة فريق A تيم A وتيم B أسئلة فريق B الفريق الأول يسئل الفريق الثاني بالأسئلة مالتا والفريق الثاني يسئل الفريق الأول بالأسئلة مالتا ومن خلال النقاط شوف هنا هنا كل نقطة قدامها مربع إذا جاوبوا يحصلون درجة وإذا ما جاوبوا ما يحصل درجة وبالأخير يحسبون النقاط ويؤلون الفريق الفائز احنا اللي همنا مو اللعبة اللي همنا الأسئلة المتعلقة بهذه اللعبة ذنني لسئلة جدا مهمات بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي بالامتحان التحريري يجينا مثل ما هي أما على شكل فراغات مثل ما هو مطينيها أو على شكل اختيارات مثل ما رح نجي نوضح بذن النقاط الخامسة والثامنة إلى آخره وكذلك مهمة بالامتحان الشفوي لما نيسأل الأستاذ داخل الصف أو بامتحان الشفوي اللي يسبق امتحان نصف سنة بعد ما يمتحن التلاميذ الأصغار بعدها يسأل الأستاذ التلاميذ مجموعة من الأسئلة الشفوية هذني تعتبر كذلك أسئلة شفوية لذلك لازم نفهمها ونعرف شون جاوبها رح نجي نوضح الأسئلة ونحلها وبعدها ننتقل للنشاط إلى آخر نجي على أسئلة فريق A هل أنت من مصر؟ فهنانا ذكرنا بالدروس السابقة أنه إذا بدأ السؤال بفعل مساعد اللي هو الـ is, are, am, do, does هذن يفعل مساعدة إذا بدأ السؤال بفعل مساعد يكون الجواب عننا أما بyes أو no yes أو no زائدا الضمير العاد على الفاعل you يصير i yes, i زائدا الفعل المساعد المناسب للفاعل أما is أو are أو am فهنانا نجي هل أنت من مصر؟ أكيد الجواب لا فأقول no سأني إلي الضمير العاد على الفاعل اللي هو i no, i الـ i تأخذ am no, i am زائدا خلي no لأن الجواب بno فأقول no i am not number two ثانيا murad and ali are from turkey murad و علي من تركيا what is the nationality ما هي جنسيتهم إحنا حفظنا البلدان وعرفنا كل بلد يناسبة جنسية معينة فالجنسية مع تركي تركيا هي تركيش فأقول تركيش number three ثالثا write the time and numbers أكتب الوقت بالأرقام هنا أنا منطيني آك كتابة يريد من أندي أني حول إلى رقم فأقول it's 8.45 إنها الساعة الثامنة و 45 دقيقة فأكتبها رقما ثمانية و 45 دقيقة number four رابعا what time do you get up ما الوقت الذي تستيقظ فيه عرفنا شو نجاوب على هذا السؤال بما أنه سألني إلي you فلعند الإجابة أقول I I get up أنا أستيقظ مثلا أقوله at seven o'clock أو at seven thirty تعتمد على رأي التلميذ I get up at seven thirty أنا أستيقظ أو أصحى الساعة السابعة والنصف number five خامسا go logos هاي الجملة شخل ليلها go logos خلنا نجي نقرأ الجملة Mr. Hadi for out to the zoo at eight o'clock السيد هادي فراغ إلى حديقة الحيوانات الساعة الثامنة صباحا go logos عرفنا شو كتنخلي الفعل بي أس الشخص الثالث وكذلك شو كتنخلي الفعل المجرر إذا كان الفاعل he أو she أو it أو ما يعوضنا عنهن أخلي الفعل أس الشخص الثالث وإذا كان they أو we أو you أو I أخلي الفعل مجرد هنا أنا مستر هادي عوض عنه بالضمير he اللي he تاخذ أس الشخص الثالث لذلك أقول goes مو go أقول goes number six سادسا do you go to school on friday هل تذهب إلى المدرسة يوم الجمعة هذا السؤال مفردات إذا ما عرف معنى الجملة ما قدر أجاوبه هل نحن نذهب إلى المدرسة يوم الجمعة أكيد الجواب لا ليش لأن سأني بفعل مساعد فأقول no بما أنه سأني لي I اليوت تتحول إلى I no I زائد فعل المساعد اللي سأني ب do no I do زائد not لأن الجواب no فأقول no I do not أو no I don't don't هي المختصر ما do not number seven سابعا what is lion like كيف يبدو الأسد أو ما هي صفة الأسد عرفنا شون نجواب على هذا السؤال بما أن الأسد مفرد غير عاقل أقول it والإت تأخذ is it is زائد الصفة شنو صفة الأسد نعرف أن الأسد صفته dangerous خطير فأقول it is dangerous إنه خطير number eight ثامنا always low sometimes low never آي جملة الشيخ اللي لها يا ظرف مناسب إلها خلنا نجي نقرأ جملة our teacher gives us homework once a week معلمنا يعطينا واجب البيتي مرة في الأسبوع our teacher gives us homework always دائما ينطينا واجب بيتي لو sometimes بعض الأحيان لو never أبدا شرحناها نذني ظروف التكرار بدروس السابقة وعرفنا أنه always معناها حدث يتكرر دائما كل يوم و sometimes بعض الأحيان مرات يتكرر و مرات ما يتكرر و never أبدا ما يحصل الحدث بما أنه يضطينا واجب بيتي مرة في الأسبوع فأكثر كلمة مناسبة هي sometimes أقول sometimes gives us homework بعض الأحيان يعطينا واجب بيتي مرة في الأسبوع هذا ما يخص أسئلة team A الفريق الأول نجي على أسئلة الفريق الثاني team B number one أولا are you from England هل أنت من England بما أنه سألني إلي كذلك أما yes أو no أنا أكيد ليس من انجلترا فأقول no no I am not كلا أنا لست من انجلترا number two ثانيا minoro is from Japan minoro من اليابان what is his nationality ما هي جنسيت عرفنا كذلك نفس الأسئلة الفريق الأول أنه كل بلد لها جنسية معينة و japan جنسيت japanese ياباني number three ثالثا write the time and numbers اكتب الوقت بالأرقام كذلك منطيني كتابة يريد من عندي رقما it's 9.15 إنها الساعة التاسعة و 15 دقيقة أخليها رقما 9 و 15 دقيقة number four رابعا what time do you go to bed ما الوقت الذي تذهب فيه إلى النوم بما أنه سألني إلي اليو تتحول إلى I أقول لها I go to bed أنا أذهب إلى النوم مثلا at 10 o'clock أو at 10.30 مثلا أقول لها I go to bed at 10.30 أذهب إلى النوم الساعة العاشرة والنصف number five خامسا have low has هذه الجملة شنو تناسبها خلنا نجي نقرأ الجملة مستر هادي فراغ breakfast at 7 o'clock السيد هادي فراغ وجبة الأفطار الساعة السابعة صباحا نخلي لها have low has كذلك بما أن الفاعل مستر هادي عوض عنه بالضمير he الفعل اللي بي أسس الشخص الثالث من ذني هو الفعل has والhave يعتبر فعل مجرد فاقول لها مستر هادي has breakfast at 7 o'clock السيد هادي يحظى بوجبة الأفطار الساعة السابعة صباحا number six سادسا do you play with the friends on Saturday هل تلعب مع أصدقائك يوم السبت كذلك تعتمد عرية التلميذ من الممكن يقول لها yes I do أو no I don't فمثلا قلت yes I do number seven سابعا what's a monkey like كيف يبدو القرد أو ما هي صفة القرد بما أن المنكي مفرد غير عاقل أعوض عنه بالضمير it واللي تأخذ is زائد الصفة أقول it is intelligent صفة القرد ذكي فأقول it is intelligent number eight ثامن always sometimes no never I have bread and milk for breakfast every day أنا أحظى بخبز وحليب كوجبة إفطار كل يوم I فراغ have bread and milk for breakfast أنا دائما always no sometimes بعض الأحيان no never الجملة الأولى شدي بما أني أقل الخبز والحليب كل يوم أكيد الظرف المناسب هو الظرف always أقول I always have bread and milk for breakfast أنا دائما أحظى بخبز وحليب لوجبة الإفطار هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بهذا النشاط أسئلة جدا مهمة تجيني بالامتحان الشفوي يسألني الاستاذ داخل الصف وكذلك مهمة بالامتحان التحريري من الممكن نتيجيني بسؤال مفردات كذلك بسؤال القواعد على شكل اختيارات أو على شكل اسقاطات إلى آخره ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A complete the names of countries أكمل أسماء البلدان هذا التمرين تمرين املاء جدا مهم بالامتحان التحريري يجيب لي ذن كلمات على شكل حروف ناقصة وأكملها مثل ما وضحنا بداية اليونت الأول أن أسماء البلدان تنحفظ املاء زائد معاني فهنا الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالامتحان على شكل حروف ناقصة مثل ما موضح في هذا التمرين فنجي نحاول نحل أسماء البلدان بما أن نحن نحن حافظين أسماء البلدان ملاءا number one أولا هذا يا بلد هذا تركي شن الحروف الناقصة حرفي U وكذلك الأي number two ثانيا هذا يا بلد هذا تايلند شن الحروف الناقصة حرف A والI والA تايلند number three ثالثا هاي كلمة الدلي على يا بلد أكيد جابان الحروف الناقصة هي حرف الأي وكذلك الأي جابان number four رابعا هاي الكلمة الدلي على يا بلد أكيد الدلي على إيتالي شن الحروف الناقصة حرف I يكتب كبيرا لأن بداية البلدان الحرف الأول من البلدان يكتب كبيرا أينما وجد مثل ما وضحنا بملاحظات التنقيض فيكتب I كبير وA number five خامسا هاي الكلمة الدلي على يا بلد الدل على العراق أقول Iraq حرف I وكذلك A أما البلد الأخير هاي الكلمة الدلي على يا بلد England حرف I تكتب بالكبير والA بالصغير هذا ما يخص تمرين أي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن يجيب لي ذن ست نقاط يطلب من عندي أن أكمل أسماء البلدان بالحروف الناقصة يجيب ليها ستتهم وأحاول أترك وحدة ننتقل إلى تمرين أسماء البلدان والجنسيات الخاصة بها التلميذ اللي يوصل من الأول للنهاية أولا هو التلميذ الفائز مجرد لعبة يتم لعبها داخل الصف كنشاط صفي غير مهم بالامتحان الشهري أو الامتحان التحريري هذا كان درسنا هذا اليوم أخذنا بمجموعة من الأسئلة المهمة بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي وضحناها وعرفنا شوء نحلها كذلك أخذنا تمرين أي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري يمكن أن يجيون بسؤال الاملاء على شكل حروف ناقصة يطين لمجموعة من البلدان حروف ناقصة وأحاول أكملهم من خلال حفظي لاملاء هذا البلدان ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة أمانكم على الشاشة